أغلب المشاكل اللي لجت لنا هنا في قصة حقيقية كانت مشاكل فيها الطرف أو أكتر مسؤول عنها بس مشكلتك يا أسماء أنت ملكيش زنب فيها يا حبيبتي بس طول الوقت أنت عمالها بتدفعي تمانها صح؟ وفي الأول والآخر ابتلاء أو اختبار أو محنة أو منحة من ربنا سبحانه وتعالى بيديها لعباده اللي بيختارهم وبيديهم ابتلاء صعب عشان يكونوا قدوا وإحنا في المواقف الصعبة دي بنبقى في الغالب أنه نوعين نوع كده بيبقى راضي ومسلم ويا رب اللي تجيبه كله خير ونوع تاني بقى بيقول خلاص أنا مفيش في إيدي أي حاجة غير أن أنا أسلم بقضاءك وقدرك وظن فيك كله خير نوع تاني بقى بيجي فجأة يعمل ايه؟ أنا راضي بس أنا زعلان أنا راضي بس أنا زعلان أنا راضي بس أنا هعيط ويقولوا ليه يا رب؟ ليه يا رب كتبت علي كده؟ ليه يا رب أنا مش قدها يا رب؟ اشمعنا أنا والناس التانية لأ؟ وكل الناس عاب بيجينا على فكرة الأبسن داونز دي أو أن أنا بقى شوية نفسيتي فوق وشوية تحت وشوية مش قادرة أكمل بس أهم حاجة إنه كل اللي نفسهم فيه بياخدوا إزاي بيرضى؟ ما تبقيش زي الناس اللي تعلقوا بين الحالتين اللي هو شوية أنا تمام شوية لا أنا مش تمام لو أنت كملتي وانت حاسة إنه خلاص يا رب أنا جبت أخري ويا رب أنا معاك وهستحمل أكتر من كده ومش هيجي لي لحظات يأس ومش هزعل ومش هزهق بتها يقلي اللي أنت بعتفي رسالتك دا إن أنت من نوع الحلوة دا اللي هو إيه كنت في الأول زعلانة وموجوعة ومش عارفة أعمل إيه بس قلت الحمد لله بعدين جينا تاني وربنا نجحنا وبقنا حلوين وقلت إن أنا أمورة أصلا وشكلي حلو فأنا محافظة كمان على إن أنا كل حاجة أنا الأولى فيها وبقيت معيدة في الجامعة برافو وأهلي وقفين جنبي هي نعمة الأهل دي برضو مش شوية نعمة الشاطرة دي مش شوية نعمة الجمال دي مش شوية بس إن أنا أفكر إنه ابتلاق زي دا عمال بيحرمني من أحلام أنا كنت بتمناها ومش شايفة الحاجات التانية شايفة إنه أهم حاجة إن أنا أحب وأتحب ولا يشرك حياة بس مش يا بنتي يبقى سند وضهر تعيشي معاه في أمان وتخلي فيه ويشيلك أنت وأولادك محتاجين بقى هنا أفكر بصوت عالي أفكر نفسي وأفكرك عارف القصة قصة سيدنا موسى والعبد الصالح السفينة اللي بووزها والغلام الولد الصغير اللي قتلوا واللي حيتغل بناها حاجات كده تحسي الإيدة دا كل دا غلط بس كان وراها إيه؟ حكمة حكمة إن ربنا سعاية بيدينا ابتلاق صغير عشان يشيل ابتلاق كبير قوي فكرتي وانت حزينة وعدت عياتي ومأهورة على نفسك طب إيه اللي كان ممكن يحصل مثلا لو كنت جوزتي واحد من دول أشباه الرجال دي؟ طب حياتك كانت معها تبقى عاملة إزاي؟ طب مامتو اللي جات تقولك تمش عارف إيه اللي بترد عادي وكسر الخواطر دا دي تبقى حماتك بقى دي جدة عيالك يا شيخة عايزوا قلك إن إحنا شفنا هنا في البرنامج قصص كتير لستات يعني بصي مش مش بيقولوا شافوا اللي محد شافوا في الجواز وكانوا وحشين قوي اللي تجوزوهم ارتبطوا وحبوا وخلفوا وعايزين يخلعوا مش عارفين متعذبين بنات تانية مرضهم أصعب منك بكتير قوي ما أثر على شكلهم ورزقهم بخلي حياتهم أصعب بكتير من حياتك مش لازم نبقى كاملين أقولك على حاجة أنا لحد النهاردة بأتعلمها يمكن أنا أنا كنت عملة عيد ومستنية إن أنا أعمل العمرة الخامسة بعد العمرة الخامسة دي وعملتها في رمضان رجعت جالي التعلبة في شعري اللي أنا كنت كتبت عليها وناس كتير حتى يعرفوا الموضوع ده وجات لي قبل فرح أخوي بيومين قعدت نهارته وإزاي سبحانه ادهالي بعد ما أنا كنت عايزة إيه لعمرة الخامسة عشان أبقى على ثبات عارف عملت إيه أول حاجة لما تعليجت منها مع إنها ما بتتعليجش وزي ما بيقوله هو مرض مزمن كل ما تزعلي هيجيلك كل ما تبقى في سترس هيجيلك وعارفة إن ده ولا حاجة جنب اللي عندك بس اللي عندك ده ولا حاجة جنب اللي أنا رحت لهم رحت فين رحت معهد السرطان رحت ونزعلانا على خمس حتة تقد كده في شعري فاضين رحت للشعرهم كله فضي لقيت بنت لسه فكرها لحد النهار ده سوماية كان عندها 18 سنة وهاي قاعدة بتاخد الكيماوي اللي بيقوله إنه هو نار في الجسم نار ربنا يعفو عنهم لقيتها بتقولي بقولك إيه يا سيلي قلت لها إيه عملا هذر معاها إيه يا سوسو قلت ليه هو اللي زي ممكن يتجوز في يوم الأيام بتعبه وشكله ده مين الراجل اللي هيقبل كده أنا فاكرة إن ساعتها أكيد ما كانش عندي رد وأكيد كان لازم معطل بس سبحانه اللي ألهمني الرد ده قلت لها الراجل اللي هيجيلي لما أنا اتجوز الراجل اللي هيجيلي كنتي هيبقى أحسن منه مليون مرة ليه؟ لأنه واخدك عشان اللي جوه بره ده كله مش داين يروح في لحظة وعايز أقولك وأنا بقيم وكنت بتجوز والله دي الحاجة الوحيدة اللي قلتها قلت والله في منهم كتير أنا طفشتهم وفاكرة أنا هيخد اللي يشيلني عشانها مش ضامنة بكرة في إيه كم واحدة دخلت تولد وتلعت بفشل كلوي بتغسل كلا لحد النهارده كم واحدة فجأة كانت قاعدة لقيت كل كيعة ضياعة اللي رايح واللي جاي تفكريش كده سيبيها على الله الرجل اللي هيجيلك هيشيلك في عينية عشان هيبقى عايزك انتي مش عايز حاجة تانية واشكركم وهستنيكم في قصة جديدة بس تكون حقيقية ونتعلم هنا كلنا مع بعض باي باي اشتركوا في القناة